صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم في الفترة الأولى من برنامج أموال ومسارات دعونا نبقى بصورة العالمية قبل أن نتحدث عن أداء السوق ساودي في جلسة اليوم الأسواق الأمريكية حققت تراجعات بعد ارتفاعاتها لسادس جلسة على التوالي هذه التراجعات كانت على داو جونس بأكثر من واحد في المئة بسبب النتائج المخيبة للآمل ودون توقعات المحللين لشركة وولمارت الذي تراجعت بنسبة 10 في المئة تراجعات كبيرة وبأكبر خسارة يومية منذ عام 1988 فبتالي هذه التراجعات أيضا تراجعات حققتها وولستريت بعد ذكرنا ارتفاعات إذا نظرنا إلى مؤشر الدولار يرتفع لجلسة ثانية على التوالي بعد أن وصل إلى أدنى مستويتي في ثلاث سنوات وبعد أن حقق تراجعات خلال أسبوع الماضي بأكثر من واحد ونصف في المئة نحن نترقم محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي الذي ربما يعطينا صورة أوضحة وتيرة رفع أسعار فائدة الأمريكية الذي كان هناك حديث عن هذا الموضوع وبالتالي بيانات التضخم ونمو الأجور الذي أثر على أداء الأسواق الأمريكية والتي أدت إلى تراجعاتها قبل أسابيع ثم بدأنا نتعافى ونرتفع بالنسبة للأسواق الأمريكية بالتالي من جهة لدينا ربما ارتفاعات أسعار الفائدة الأمريكية وتيرة أسعار الفائدة الأمريكية لها تأثير إيجابي على أسعار الدولار وأيضا نتحدث الارتفاع لعوائد السندات الخزانة الأمريكية أدى ذلك وبالتالي نتحدث عن بيانات سلبية سواء هناك العجز في الميزانية هناك قلق وأيضا المتعلقة بالسياسة التحفيزية للولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالضرائب وتمويل الضرائب وبالتالي نتحدث أيضا عن هناك من يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد دولار ضعيف من أجل دعم الصادرات وأيضا البنوك المركزية الأخرى سواء بنك المركزي الأوروبي هناك إنهاء برنامج التحفيز النقدي وبالتالي ستكون السياسة أكثر تشددية بكل هذه المخاوفية التي أدت إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستواتي في ثلاث سنوات لكن ربما الحديث عن وطيرة رفع أسعار الفائدة ومحضر الاجتماع الفدرالي الأمريكي الذي نترقبه حول توجهات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ربما يكون له التأثير الإيجابي على ارتفاع مؤشر الدولار في جلسة اليوم وربما هناك سيكون دعم خلال الفترة القادمة إذا نظرنا مشاهدين إلى اليورو مقابل الدولار 21-23-21 هناك تراجعات لليورو بسبب ارتفاع المؤشر الدولار باوند مقابل الدولار نحن نتحدث عن 1.39-83 دون مستويات 41-41 طبعا الدولار مقابل الياني الياباني على ارتفاع نذكر مشاهدين أن أسعار النفطة اليوم تسجد تراجعات سواء لبرينت والدابل يو تي آي الضغط يأتي من تعافي الدولار الأمريكي الذي يتعافى بعد أن وصل إلى أدنى مستويتي في ثلاث سنوات